حقه علينا أن لا نسكت عن من ظلمه ومن قتله في واقع الأمر إن كتاب الله عز وجل هو الذي يعطينا دلالة واضحة على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قتل قتلا أفئم مات أو قتله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل ولكنه مات ولكن الآية عندما نزلت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئم مات أو قتل وربنا سبحانه وتعالى يعلم بأن الرسول سيموت أم سيقتل ولكن الآية نزلت رد وتوبيخ للمسلمين عندما انتشرت بينهم إشاعة في معركة أحد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل ويتوجيه وتصحيح للمسلمين بأن التعلق يجب أن يكون برسالة الإسلام حتى لو محمد صلى الله عليه وسلم قتل أو مات فيجب علينا أن نتعلق بالإسلام وبرسالة الإسلام وأن لا نتعلق بأشخاص رغم أن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامه الشريف عندنا موجود ولكن الآية هي رد على الإشاعة وليس بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأن محمد صلى الله عليه وسلم مات أم سيقتل وبرك الله فيكم